أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في الحديث عن الذي ورد عن الإمام أبي الحسني علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الإسم الأعظم من بياض العين إلى سوادها مقدمتاني للحديث هذا اليوم المقدمة الأولى أن الديانات فيها أمور متعددة فيها ثقافة وفلسفة ورؤية نفس أنك تؤمن بإله واحد وأن تؤمن بيوم المعاد وأن هذه الحياة حياة هادفة وأنك لم تخلق فيها عبثا فلم تترك سدا وإنما جئت لمهمة وغرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما يتصل بذلك من المسؤوليات العبادية والنظام الاجتماعي والأخلاقي هذه نسميها فلسفة الديانة رؤية الديانة وبهذا تختلف المناهج والديانات والنظريات الفكرة مثلا التي تقول بوجود إلهين اثنين الثنوية كما يسمونهم ليست الثنوية المدرسية وإنما الثنوية في مقابل التوحيد يؤمنون يؤمنون مثلا بوجود إلهين إله الخير وإله الشر تختلف في فلسفتها وفي رؤيتها للكون وبالتالي في تفاصيل هذا الأمر عن فلسفة الإسلام التي تقوم على التوحيد ونفس الكلام يأتي في المنهج الخاطئ الذي اتبعه المسيحيون من التثليث واعتبار أن المسيحة ثالث ثلاثة وأن في هذا الكون يوجد ثلاثة آلهة أو مركب أو أقانيم وهذه من العقد التي لم يستطيعوا شرحها شرحا واضحا هل هم ثلاثة متساوون هل هم أجزاء هل أن بعضهم من بعض لكن يؤمنون بأن هناك ثلاثة الأب كما يقولون وهو الذي يفترض الله سبحانه وتعالى والإبن وهو عيسى بن مريم وروح القدس هذا المنهج الخاطئ في المسيحية وإنما نقول المنهج الخاطئ باعتبار أننا نعتقد أن كل المناهج الأصلية التي جاء بها الأنبياء جاءوا بالتوحيد لا غير وإنما حصل التحريف والتزييف على يد من جاء بعدهم هذا المنهج منهج التثليث يختلف بلا ريب عن منهج التوحيد الإلهي وهكذا فإذن كل ديانة كل فرقة ما تصير فرقة إلا إذا كان عندها تمايز عن غيرها إما بشكل كامل أو بشكل جزئي في فلسفتها ونظرتها للحياة وإلا لو كانت متطابقة تمام التطابق فما تصير نحلة أخرى ولا مذهب آخر ولا دين آخر لا بد أن يكون لها فلسفة خاصة رؤية كونية خاصة بها تتميز عن غيرها دين الإسلام هكذا عنده رؤية خاصة للكون تبدأ من التوحيد وتنتهي إلى العودة إلى الخالق سبحانه وتعالى في يوم القيامة وما بينهما هدفية الحياة واجبات الإنسان تجاه ربه نظامه الاجتماعي نظامه الأخلاقي نظامه الاقتصادي وهكذا فهذا شيء لا بد أن يكون في كل دين وفي ديانة الإسلام موجود شيء آخر لا بد أن يكون ممارسات عبادية الديانات إنما جاءت من أجل تحقيق العبودية لله فلا بد أن يكون لها طريق في تلك العبودية كيف يعبد أتباعها ربهم كيف يتقربون إليه في مقابل من يتقرب إلى الأصنام مثلا هم يتقربون إلى الله عز وجل في مقابل العبادة الاقتراحية والكيفية التي تخضع لأهواء البعض الدين الصحيح يقول لا هناك عبادة توقيفية خاصة بشكل معين لا يمكن أن يتقرب إلى الله إلا بها الصلاة في دين الإسلام هي بهذه الكيفية لا تزيد ولا تنقص ولا يقبل الاقتراح فيها والله مثلا أنا عندي حالة روحية قوية أريد أصلي عشر ركعات مرة واحدة بسلام واحد يقال له لا أصلي صلاة الظهر مادام ما عندي شغل ست سبع ركعات لا يقبل من نظام العبادة نظام توقيفي محسوب هذا أيضا موجود في الديانات وموجود في الديانات أيضا شعارات شعارات هي عبارة عن تحويل الرؤية الكونية والفلسفة إلى شيء بسيط وقريب الآن لو أنك تحدثت مع الناس مثلا عن الرؤية الكونية لله عز وجل تجاه الله عز وجل تجاه أسمائه الحسنة يحتاج إليك ربما عشر تيام محاضرات في هذا الباب وأكثر الناس إما وقت هذا ما عدهم أو قدرتهم الذهنية ليست حاضرة فهؤلاء يحتاجون إلى شعار يحتاجون إلى إشارة يحتاجون إلى شفرة يحتاجون إلى تليغراف بحيث يشير إلى تلك المسألة الكبرى مثلا عندما تقول لا إله إلا الله هذا ذكر وشعار وإشارة إلى ما قدمه الدين من براهين على أن عقيدة التوحيد هي العقيدة الصحيحة وأن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله هذا شعار من الشعارات اللي يستبطن ثقافة الدين الإسلامي ورؤيته ولذلك لما واحد يريد يجي يدخل إلى الإسلام ما يقول له تعال أول اقرأ عقائد الإمامية ما الشيخ المظفر رحمه الله بعد ما تستوعب كله وتفهم وتدرس بعدين تصير مسلم تعال اقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله كلها واحفظها بعدين تصير مسلم لا الآن نعطيك شنو هذا الذكر هذا الشعار هذه الإشارة قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فبهذا يصبح الإنسان مسلما الأذكار في الغالب هي نوع من أنواع الشعار المختصر للفلسفة المفصلة للدين وللعقيد يقول لك الله أكبر الله أكبر مو من سائر الأشياء هذا المعنى البسيط وإنما الله أكبر من أن يوصف الله أكبر من أن يعلم الله أكبر من أن يرى طيب بهالكلمتين بهاتين الكلمتين الله أكبر أنت تعطي إلى هذا الإنسان المسلم اختصار لعقيدة مفصلة هي التي يتكلم عنها في باب العقائد لذلك أهمية الأذكار في دين الإسلام بل في سائر الديانات قبل التحريف أهمية كبرى ليش لأنها اختصار العقائد أنت لما تقول مثلا في الأذان أشهد أن علي ولي الله هذا اختصار لما جاء من براهين في كتاب الألفين للعلام الحلي وما كتبه العلماء في أفضلية أمير المؤمنين وتقدمه على غير عباي الكلمة أشهد أن علي ولي الله أهمية هذه الأذكار في أنها مختصرة في أنها يسيرة الحفظ في أنها سهلة التداول وأنها تنقل الإنسان كما هو مفروض إلى تلك العقائد الكبيرة فهذه جهة من جهة لزوم من جهات لزوم الاهتمام بالأذكار الواردة وأن تكون الأذكار واردة عن المعصومين أيضا مؤقتراحية الأذكار التي ينبغي التمسك بها هي ما ورد إما في كتاب الله عز وجل وإما على لسان رسول الله أو المعصومين ليش لأنها اختصار وتلخيص وتركيز لأهم العقائد من هنا رأينا شيئا كثيرا جدا من اهتمام المعصومين في أمر الأذكار شيء كثير جدا وفي ترتيب الآثار عليه وهذا مبحث آخر أيضا مهم تارة يكون الذكر فقط من أجل تلخيص عقيدة وهذا يحقق مرة أخرى لا إله آثار هاي الآثار آثار أخروية الآن لنفترض أنت لما تجي تريد تقدم امتحان شوف قدامك درس فيه 17 صفحة 18 صفحة واش تسوي الغالب أنه تسوي نموتات تختصر هذه المعاني حتى هالنوت هذه هالاختصار ينقل ذهنك إلى المعنى الأصيل المعنى الكبير المفصل هاي الأذكار تسويها كما ذكرنا قبل قليل بس تسوي شيء آخر أيضا واللي ما يسوي تلخيص الإنسان إلى الدرس ما له وهو الثواب من الله سبحانه وتعالى أنه إنت لما تقول مثلا الله أكبر هذا فيه من الثواب كذا وكذا لما تقول لا إله إلا الله فيه ثواب لما تقول بسم الله فيه ثواب لما تقول ما شاء الله فيه ثواب إن فوق قضية المعاني التي تنقلك إليها هذه الأذكار هناك أجر وثواب مترتب على ترديدها بلسانك وتلاوتها بلفظك هذا أمر ثاني وأمر ثالث آخر أيضا واللي أكيد ما يصير في التلخيصات العادية أن لها آثار وضعية في عالم التكوين تأثر في الكون قد لا يكون على نحو الرياضيات والهندسة ولكن في الجملة فيها اقتضاء التأثير في الكون من قال قبل خروجه من منزله تو وطالع إذا قال العبد بسم الله يخاطبه ملكاني قد هديت خلاص انت صرت إنسان شنو مهتدي على أثر هذا الكلام هناك اقتضاء لأن تكون مهتديا المفروض أنك في أمورك تكون مهتديا إلا إذا منع مانع فإذا قال بعد ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله قال له الملائكة كفيت يعني بالإضافة إلى أنك حصلت على مؤهلات الهداية حصلت على مؤهلات الكفاية من العدو من الشر من البلاء ما لم يمنع من ذلك مانع فإذا هذه الأذكار أولا هي خلاصة فلسفة الدين واحد اثنين فيها ثواب عظيم جدا ثلاثة فيها آثار تكوينية كما سيتبين عند قراءتنا لبعض هذه الأذكار مقدمة أخرى وهي ترتبط بهذا الحديث الذي ذكرناه في أول كلامنا وهي أن في الحديث بسم الله الرحمن الرحيم هذا الذكر أقرب إلى الإسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها سواد العين وبياض العين هل هناك بينهما مسافة لا هذه مع هذه محاذية إلها ولا ثق بها الإسم الأعظم كما هو في عقيدة المسلمين هو ذلك الإسم الذي له فاعلية في الكون بحيث من يمتلكه كأنما أعطى الله له ولاية تكوينية بحيث يتصرف في الكون بالحسن وبما تقتضيه الحكمة وهو أعلى درجة من درجات العلم بحيث من حاز على بعض أجزائه يصير عند هذه المراتب وبسم الله الرحمن الرحيم جدا قريب إلى هذا الإسم الأعظم لو أن إنسانا قال لك أنا أعطيك الإسم الأعظم وكان صادق حاضر أنت افتدي بكل ما تملك لأنه به تفتح الأبواب وبي يدفع البلاء وبي يستجاب الدعاء وبه يقمع الأعداء وبه 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 طيب زين هذا عندك أنت شيء قريب منه وهو بسم الله الرحمن الرحيم أعيد وأؤكد أن هذه الأذكار في آثارها الكونية ليست على سبيل الرياضيات والهندسة واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم اتغير الكون كل لا ليس كذلك أساسا ترتيب شيء على شيء هو كل على سبيل الاقتضاء مو على سبيل الهندسة مو على سبيل الرياضيات أكو شيء أصدق من أكو كلام أصدق من كلام الله عز وجل الله يقول في القرآن الكريم مو حديث هذا بعد ادعوني أستجب لكم تدعو بعد شوية يا رب ارزقني مليار طيب ما ما حصلت الآن الأمر ليس بهذا النحو كما معادل هندسية أو رياضية خليت هذا لا بد أن ينتج ذاك وإنما هذا مؤثر هذا مقتض لكن أكو هناك قواعد أخرى حاكمة تتصور لو أن الله سبحانه وتعالى فعلا استجاب لكل من يدعوه حقا لا يبقى وجود ولا كون واحد مضايق من أهله يدعو عليها طارت أخوه يدعو عليه طار واحد مضايق من جماعة والله راح إلى بلدة الذو يا رب شيل هذول أهل هالبلدة إذا كانت الاستجاب بهذه الطريقة ليست محكومة بالحكمة ولم يمنع منها مانع لا يبقى وجود الآن لنفترض المسلمون قد آذتهم دول الكفر والاستكبار العالمي يرفعوا يدهم يا رب شيل هذه الدولة المؤذية للمسلمين بل كل الدول فاستجاب الله لهم بعد مدة بعدين هم مضايق من جماعة مؤذين على خلاف مذهبه هم اللهم كما شاء عند بعضهم اللهم عليك بالجماعة الفلانية وهم شالهم ما يبقى أحد في هذا الكون أصدقوا كلام هو كلام الله عز وجل أدعوني أستجب لكم ولكن مع ذلك هذا محكوم بحكمة الله لا بقدرة الله وقوته وسرعة استجابته نفس الكلام هنا من قال بسم الله الرحمن الرحيم حصل له كذا وكذا وكذا هذا له تأثير له اقتضاء المفروض أن يحصل إلا إذا عارض ذلك حكمة إلهية أو جر إلى أمر سيء أو كان هناك مانع يمنعه من تحقق التأثير بسم الله الرحمن الرحيم هي من تلك الأذكار التي لها آثار عظيمة جدا نقرأ قسما منها ونشير إلى بعض معانيها ونسأل الله أن يوفقنا لأن نتلوها ونذكرها في الحديث عن النبي المصطفى محمد في هذا الذكر الذي من استعمله كل صباح ومساء وكل الله به عز وجل أربعة أملاك يحفظونه من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وكان في أمان الله هذا بعد أهم من سالفة الملائكة وكان في أمان الله عز وجل لو اجتهد الخلائق من الجن والإنس أن يضاروه ما قدروا وهو إن شاء الله نحفظه وأكيد قسم منكم حافظنه وربما يمارسه عن النبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء بسم الله أصبحت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على عقلي وديني هيا هم الأشياء أول شيء قدم الإنسان نفس الإنسان دين الإنسان عقل الإنسان قلب الإنسان بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نشرحن في حديث سابق ماذا يعني بسم الله بسم الله أنت تستعين تارة بالله عز وجل عادة الإنسان من من أمثالنا يستعين ب ماله لتحقيق أغراضي يستعين بواسطة فلان من أجل تمشية أموره يستعين بأبيه من أجل حمايته هنا عندما يقول الإنسان بسم الله هو يستعين بالله عز وجل لأن الإسم هنا مو المقصود ألف لام لام ها وإنما المقصود هو المسمى هو الذات ولكن حتى تشير إليه تقول بسم الله عز وجل وإلا الأثر هو أثر ذات الله عز وجل وأيضا بسم الله كما مر كأنك تقول أنا منطلق في كل أموري من الله عز وجل شون قسم من الناس يجي يقول لك بسمي الشعب أنا أسوي كذا وكذا بسم الحاكم أنا أسوي هذا الأمر أمرك أن تفعل كذا وكذا بسم مدير الشركة أنا أمرك بأن تصنع كذا وكذا لا أنا أقول بسم الله في كل خطوات أنا من سلطان الله أتحرك الحديث الآخر أيضا في شأن البسملة مع أبي سعيد الخدري في كتابنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله شرحنا حياة أبي سعيد الخدري أو الخدري من بني خدرة ورأينا أنه كان على منهاج أهل البيت عليهم السلام عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من قال إذا خرج من أهل بيته بسم الله قال الملكان هديت فإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت حصلت لك وقاية حفظ فإذا قال توكلت على الله قال كفيت فيقول الشيطان كيف لي بعبد هدي ووقي وكفي ما أقدر أسوي له شيء بعد أنا أجي إلى من جهة الجهل وهو مهتد أنا أجي إلى من ثغر من الثغرات وهو مكفي أنا أجي إلى أحاول من أي جهة من الجهات وهو عنده وقاية فما أقدر عليه من أي جهتين وفي حديث ثالث عن الإمام الكاظم عليه السلام ما من أحد هذا حديث جميل وكل أحاديث هم جميلة عن الكاظم عليه السلام موسى قال ما من أحد دهمه أمر يغمه أو كربته كربة نزل عليك بلا خسرت مالا صار عندك مرض مفاجئ خطير خطير ذاك البعيد ابنك صار فيه شيء زوجتك صار فيها شيء هددت بتهديد مخيف كربات غموم هموم أي أي واحد ينزل به شيء من هذا فرفع رأسه إلى السماء وقال ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا فرج الله كربته وأذهب همه إن شاء الله تعالى هاي تشرح شاي اللي قلناها قبل قليل أن هذه مؤثرات مقتضيات مو معادلات هندسية ورياضية تخضع لحكمة الله ومشيئته لا لقدرته وقوته فقط بل قيل في تفسير الآية المباركة بسم الله مجراها ومرساها أو مجراها ومرساها أو مجريها ومرسيها أكو ثلاثة ثلاث قراءات وكل وحدة أيضاً إليها معنى يختلف ولو جزئياً عن المعنى الآخر بسم الله مجريها ومرسيها المجري عائد على الله عز وجل أنا أقول بسم الله من هو الله الله هو المجري لهذه السفينة والمرسي الموقف لها مو أنا الربان ولا أنا القبطان طيب فهذا بناء على أنه مجريها ومرسيها بسم الله مجراها ومرساها 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 يعني حالة كونها جارية هذا باسم الله عز وجل وحالة كونها راسية أيضاً كذلك كأنك تقول بسم الله حين تجري وبسم الله حين ترسي بسم الله زمان جريانها وبسم الله حين رسوها هذا معنى الثاني المعنى الثالث بعد أكثر كما يقولون بسم الله مجراها ومرساها كأنما إذا ريد نختصر المعنى نقول وقودها هو بسم الله شلون سفينة تتحرك بالطاقة النووية وسفينة تتحرك بالبخار وسفينة تتحرك بالبترول هذه تحريكها المحرك الذي يحركها هو اسم الله عز وجل البريك حسب التعبير الموقف لها هو اسم الله عز وجل وقودها محركها الدينام مالها اسم الله عز وجل والليل والذي ينتهي إلى الله وكذلك وقوفها أيضا هو نفس الكلام كما تجري بالطاقة النووية كما تجري بالطاقة البخارية تجري بسم الله عز وجل لا الرياح هنا وللمجاديف وإنما هي أشكال وإنما المحرك لها وال مرسي الموقف لها هو اسم الله عز وجل هو وقود وهو موقف لها بسم الله مجراها ومرساها وتغير الأمور أنت تلاحظ مثلا وهذا من الأشياء اللي أحيانا يسألون عنه أن تذكر اسم الله هاي الذبيحة ذبحتها على القبل وفريت الأوداجة الأربعة لكن لم تذكر عليها اسم الله ما قلت بسم الله ما قلت الله أكبر ما قلت الحمد لله ما قلت سبحان الله المهم ذكر اسم يشير إلى الله عز وجل هذا يقلب هذه الذبيحة من كونها محرمة وميتة نجسة إلى أن تكون فكلوه حلالا طيبا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق شنو هذا التأثير اللي يأثر في تلك السفينة بأمر الله عز وجل يحركها تكوينا ويأثر في هذه الذبيحة يقلبها تشريعا من الحرمة إلى الحلية ومن النجاسة إلى الطهارة ويخلي الإنسان محميا مكفيا مهديا هذا كله اسم الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ذكره وأن يذكرنا أكثر من ذكرنا إياه إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر